ابي مشاركة مشرفة والله ما يهم من يفزون يخسرون تعدم القضية بس اي مشاركة مشاركة زي مثلا مشاركة 94 خليك مباراة تلفزنا فيها المغرب بلجيكا اسم مباراة هولندا مباراة السويد ايه اللي حنايتها ياخد تحسب عزة تحسب فخر كين تحسب زهو فيه فيه شي فيه لمسات برج المفريقية مثلا في ايه 98 نفس الشي ابي ندية مرتونة 6 هاي ابي عطني اكيدا احسسنا هل اين جزارة ضد المانيا اوه؟ الفين ونفعطعش كيف؟ انا انا طبعا دي ما سهلا والله محمد سهلا وسهلا مرحبا محمد والله اصداع بعد تحليل القصة الاولى ملشم السلصال والثانية حيثت هاشم ما شاء الله بدأت تأخذ الاضواء عني لا بالعكس أنت الأساس وركن الثابت أصرت ركن وعماد للبوتكس حبيب الله أسألك قصتنا للحق السبع الماضي زي ما شفت عن خطف الموليد وأنت سبق وأذكر أنك كتبت حتى عنها في أربعين زنزانة تكلمت عنها وأكيد تتلب دلوك عن هذا الموضوع بالعكس القضية أو نوع هذا المسركات الجرامية في البداية أبو عيسى نتكلم عنه ونتكلم من باب أساس أو نحطها كقاعدة بمعنى كلما كان عمره المخطوف من عمره الولادة من يوم واحد إلى سنتين أو ثلاث سنوات وما كان فيه أهمية لهذا الطفل بمعنى أهمية لأقصدها أنه يكون الطفل هذا ابن لمسؤول أو ابن لمسؤوله أو لتاجر أو لتاجرة يكون كورقة الضغط أو المساومة بفدية ويكون فيه تواصل بهذا الشأن فنفترض بشكل مباشر بنسبة كبيرة جدا بأن المختطف هو أنثى لأن هذا النوع أو هذا النوع من الضحايا يحتاج رعاية كاملة كبيرة وعالية تحت تطلب وقت ومجهود إذا ما كان فيه مردود مالي فالمجرم الذكر ما راح يكون ملتزم فيها فهمت قصدك يعني أن في حالات إذا كان مثلا له صفة معينة المخطوف لأحد والديه أو لوالديه بشكل عام بأن الخاطف غالبا ما اخطفه إلا لأجل أنه يحصل مثلا على مساومة وابتزاز ومقابل لكن إذا كان غير هذا الشيء فالوضع مختلف أنه أنت تأشيره لأنه ممكن احتمالية عالية لأنه يكون أنثى احتمالية عالية يكون أنثى لأنه اهتمام من هذا الوقت أو هذا العمر أكله وشربه يعني حياته بشكل كامل حياة هذه الضحية بشكل كامل معتمد على طرف ثالث نفس الفكرة نأخذها وننقلها إلى الضحايا الأكبر عمرا يعني الضحايا كل ما زاد عمره صار فوق الستين السبعين فالمختطف نفس الطريقة إذا ما كان طالب فدية أو ما كان فيه أهمية وثقة لهذا أو ارتباط وثيق لهذا الضحية بمسؤولية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية فالمختطف أنثى عملية الرعاية والاهتمام تكون واضحة جدا بأنه راح تسخر لها كل شيء راح تسخر للضحية كل شيء عشان تهتم فيه بدون أي مقابل واللي هنا نسميه إحنا غريزة الأمومة سواء كان في العمر الصغير جدا أو في العمر الكبير جدا في حالات نادرة تكون إذا ما كان فيها فدية هي حالات نادرة ومثل اللي حصل في قصتنا هي حالة يسمى فيها عقدة الإله أو عقدة المنفذ الطلبات أو الملبي للدعوات وهي تكون تصيب مجرم ذكر يرى بأنه قادر على تحقيق أمنيات الأشخاص من خلال أنه يخطف مثلا يعني يدعي أنه ممكن يقدر يجيب الطفل أو رضيع لسيدة وتحمل منه أو تحمل من زوجها فيجيب له هذا الرضيع عن طريق الاختطاف كما حصل في قضية في المغرب قبل ثلاث سنوات أو قبل سنتين في مستشفى الملك محمد السادس نفس الطريقة اللي في مراكش التقدير في 2017 2017 صح التوقيت تشويرت لخبط عراسي فكانت القضية بأنه جاءته هذه قالت له أنا بغير رضيع وكانت تعالج عنده طبيب معالج وجاءته مرأة وقالت له أنا ما قدر نجيب فقال لها ما عندك مشكلة أنا أجيب لك الطفل وأنت اهتمي فيه بس هي فاهمة أنه سارقه لا هي فاهمة أنه سارقه فاهمة فيه جريمة فاهمة فيه جريمة بس نحن داخلين فيه علاقة مختلفة نحن نتكلم عن عقدة الإله اللي عند هذا المجرم يا رب أنه قادر أو عنده الخيارة والحقية أنه ينفذ هذا الدوع من الارتكام أو هذا الافعال علشان بس يعطي مساحة لنفسه أنه يشعر بالنجيسية وهذه الضحية تكون أصلاً خاضع كثنائي زي ما شارحنا في قضية الصلصال خاضع كثنائي يرى بأنه قادر مدام هذا يلبيني طلبي أنا ما عندي مشكلة كيف ممكن رح يكون الطلب أنت تصور الآن أن الخاطف سواء كان رجل أو مرأة هذا هو اللي عنده النرجيسية أو عنده لا بس فقط الذكر طيب بس الطرف الثاني اللي هو المخطوف لأجله هذا يشكل ضحية؟ لا لا يشكل ضحية المخطوف لأجله يعتبر خاضع ومشارك في الجريمة مثل ما قلت الجندي في التحليل السابق في التحليل السابق بس تخت هذا موضوع مختلف وهذه الحالات نادرة لكن الحالات الأكثر تكون لخاطفات نساء لأنه زي ما قلت لك هذا مجهود كبير جداً تبدله في الخاطفة وحنا في التحليل الجرامي عندنا ثلاث أنواع طبعاً كانوا نوعين في 2012 مركز التحليل السركات الجرامية في الـ FBI تكلم عن نوع جديد خرج في 2012 بس في النوع الأول نحن نتكلم عن نوع يسميه الرائية والرائية هذه تخطف رضيع واحد وتجلس معاه إلى أن يتم اكتشافها أو لأن إن شاء الله ويحدث موضوع وتكتشف أو إلى الأبد وتكتفي به تعتبر رائح دائماً عندها مكتفية فيه ما تروح تجمع والنوع الثاني هو اليائسة النوع الثاني اليائسة هي نوع من المجرمات أو المجانيات اللي يكون عندهم اكتئاب ما بعد الولادة وحصل في هذه الفترة وفاة للرضيع إما بخطأ منها أو بسبب هذا الاكتاب كموجود فتبغى تبعد عن نفسها شعور الدم خصوصاً لما تحاط بإشارات الذنب لها من المحاطين المقاربين منها زوجها أو حتى الغارب إنه مثلاً لو احتميت فيه كان ما مات يعني شعور بالذنب لأنه مات لأنه قتلته بمعنى صح يعني همالك هو القتله فتروح تخطف علشان تجيبه عندها في فترة يصل لعمر طفلها الرضيع اللي مات وتقتله في نفس الطريقة علشان تبعد عن نفسها عقدة الذنب اللي بداخلها حسناً هي عندما قتلت واحد بالخطر حتى تجيبت واحد ثاني وقتلتها بالعمد مهيناً أن أتكلم عن تفاعل داخل العقل المجرمة هي ما ترى النقطة الآن هل هذا الرضيع ما له ذنب هي ترى بأنه أنا أصلاً ما لذنب لأنهم كلهم يلوموني أنا أصلاً ما لذنب حسناً ما نجع على التكوين الشخصية هذه لأنه ليس بكل الإصابون بمرض أو بكتاب ما بعد الواد يسوون هذا النوع من السلوك الإجرامي لا، هو تركيب مميز أو تركيب خاص بسلوك إجرامي مميز لدى هذا النوع من المجرمات النوع الثالث والذي هو النوع اللي في 2012 بدأوا يحذرون منه هو النوع اللي يسمونه النوع أو المفترس هذا النوع الثالث أو المفترسة وهي اللي انتقلت المرحلة المرحلة هذه كانت هي عملية أنها تقتل الأم الحامل وتستخرج الرضيع وتأخذه بدل ما تأخذ الرضيع من المستشفى أو تأخذه من البيت أو تأخذه من الملاهي أو تأخذه من أي مكان بشدة حلو لا هي تروح وتتابع أو شيء كيف تبدأ السيناريو حقها تبدأ السيناريو حقها وتدخل على المواقع التواصل الاجتماعي تكتب جملة أنا حامل فتشوف أي واحدة كاتبة أنا حامل مثلاً وستجرام وفيسبوك كذلك يا سلام عليك وتتعرف عليها وتسوي معها علاقة علاقة صداقة هي في ذاك الوقت تبدأ تقنع زوجها والأشخاص المحطين حولها بأنها حامل اللي هي المجرمة المجرمة أوكي وتبدأ يعني أنها تزيد وزن بالتعامد أو تبدأ تلبس ملابس للنساء الحامل الحامل وتروح للمستشفيات تروح للموعد مستمرة وحتى بالطريقة نتجي تعرف أنه توقيت توقيت ولادتها على ولادة هذا الإنسان التي تعرفت عنها وفي قضايا كثيرة قبل سبعين في أمريكا في واحدة يعني يعني يحاكمونها بنفس الطريقة كانت أنها استخرجت الرضيع من أنثى حامل كانت خارجة من مستشفى من الولادة كانت تعرف أنها هناك وتعرفت عليها أو عرفت وانت وصلت وترجعها عن طريقة الإنستغرام بعد الوضع قصتك قبل الوضع هي راح توضع أنت قصتك أنها تقتل الأم وتأخذ الرضيع من وسط البطن أو تأخذها بعد الولادة لا تقتل الأم حيث نوع متطور هي بس مستفيدة يمكن أن يموت الرضيع بالعكس هي الآن أنا بيقول لك لماذا تسلسل هذه هذه صارة بس سلوك الإجرامي هناك شيء علشان بس أخذني حتى المشاهدين المستمعين كما عندهم مشكلين أنه أصبري إلا أن يولد ويكون بشكل طبيعي وسليم وكشفون على مثل قصتنا بعد يخطفي ممتاز ممتاز جدا لماذا تذهب الوحشية هذه والمفترسة تقول تشق بطنها وتقتلها ممتاز جدا نحن نتكلم الآن عن النوعين القديمة أو النوعين التقليدية المعروفة عن سلوك هذا قبل 2012 قبل 2012 وصلوا لمرحلة في الأمان الصحي أو أمان المستشفيات وأمان الحضانات لمستوى عالي جدا هذا المستوى صار يمنع أنك تقدر أو يقدر أي شخص يتجول براحة داخل المستشفيات في الدول يعني الدول اللي فيها نسبة أمان خلنا نقول خمسين ستين فلم ما تخيل الدول عالية الأمان أو عندها أمان ضم أمني قوي جدا فعدم قدرتها الدخول هناك ساعد في عملية تأجيج السلوك الجرامي داخلها بمعنى أنها الآن تحتاج أنها تحاكي حمل عملية الولادة هي لما تستخرج الرضيع هي ستقول أنه أنا ولد في الطريق هي ما تدري أو ما عندها تدراك بأنه هناك تغيرات ستكون واضح حتى تشريحية إذا وصلت عند المستشفى بس هي ما فكرت في هذا اللحظة ليش؟ لأنه هذا النوع بالتحديد نتكلم عن النوع الجديد يعاني من الكذب المرضي تكذب وراء كذبة وراء كذبة وراء كذبة تكبر عليها فتصبح عندها نوع من عملية الارتجال كشفها سهل يعني يعني أبسط علامات حيوية تكشفها ممتاز لأنها لم تفكر في النقطة هذه فكرت الآن أنا كيف أكذب على زوج وأقول أنا حامل خلاص وفي المشكلة كيف أكذب على زوج بعد ثلاثة شهور وصير أنها في شكل المرة الحامل في ثلاثة شهور سبعة شهور هي قاعدة تشتري وقت بالكذبة بعدها كذبة إلى ما يكبر موضوع عليها ما تقدر تتملك الأمور أو تتماسك فيبدأ عقلها بالانهيال وترتجل تتخبط بمعنى أن التخبط يؤدي إلى عفوا ترتجل وارتجالها هذا على قولتك أنه يؤدي إلى التخبط تبدأ تصرف تصرفات متخبطة ممتاز جدا لأن هذه النقطة هي التي تسبب فيها أشكال أو تتصرف فيها بأشكال فاضحة غريبة جدا تستغرب كيف صبرت كل هذه المدة وأنها تصرف بهذه الطريقة لكنها بداما أنها ارتكبت هذا الفعل الوحشي وهذا العملية هذه عملية القتل والتي هي أصلا ما هي معروفة عنهم يعني أن كانت النقطة في السلوك التقليدي لهم كان السلوك هذه هي عملية الخطف الرضيع بشكل سالم ويكون موجود عندها إلى فترة نرى بأنه هل هي راعية أو يائسة يكون متحكم فيه بعد سبع أيام حيث نجي عن موضوع السبع أيام في المفتر طبعا ما هي سؤال أنت يوم قلت الوحشي أنا حتى تخفت تقتلها وهي في المستشفى راح تولد ولا تقتلها قبل ما تولد في بيتها قبل ما تروح المستشفى قسك لما صادقتها في فيسبوك وإنستجرام وكذا وأقامت مع علاقة وعرفت بيتها وعرفت كذا كذا تروح لها البيت قبل الولادة وتقتلها وتأخذ الطفل أو تكون تروحها برا العادات تراجحها لأنها تعلم كل المعلومات وهذه كمان نصيحة نقول دائما دعوا في معلومات سورية يعني خل عندي حتى خصوصية ما الذي تقول هل أنا حامل وصلت إلى شهر الثالث في راحة الرابع وقعدت قضي وطلع ملد وطلع بنت هذه النقطة لأن هؤلاء هؤلاء يصريدون كيف تكونوا المعلومات هذه كيف تبني خيالها كيف تبدأ حتى تحاكي ذلك الواقع على واقعها بكذبات وتقنع المجتمع اللي حالي بهذا الطريقة بس لما نجي نشوف أصلا بشكل حين نحن دخلنا بشكل خلنا نتكلم بشكل عام لما نجي نشوف بشكل أقرب لما نجي الأول شيء للراعية واللي يعتبر هو الأكثر انتماء انتماء الخاطفة للرضيع لأنها تحتفظ بالرضيع إلى أن يتم اكتشافه بمعنى أنه نخطف الرضيع هي تبغاه يعيش معها إلى الأبد هذا ممكن يكون فعلا إلى الأبد أو فعلا إلى أن يتم القاء القوض على وكشف موضوع اختفاءها في هذا النوع من المجرمات لا يجب أن يكون عندها عقم أو لا يجب أن يكون عندها مشاكل في الحمل ممكن تكون سيدة أنجبت ولكن فقدت قدرتها على أنجب بسبب مرض أو تكون سيدة تقدمت في العمر فترى بأنه خصوصا أنا تتكلم عن حالات قراءتها ودرستها تتكلم عن صورة نمطية الخاصة بهذه الأنثى عن نفسها بأنه إذا نتكلم عن نظرة الأنثى هذه المجرمة لنفسها بأنه إذا فقدت قدرتها على الإنجاب فيتفقد وجودها في المجتمع فتحتاج أن تتوري المجتمع بأنها لازل تزال قادرة خصوصا أن يتقدم فيها العمر أنها تزال قادرة على عملية الإنجاب والاحتفاظ بالرضيع كنوع من عملية إثبات وجودها داخل هذا التكوين المجتمعي نعم جريمة ولعم طريقة غير طبيعية وغير مفرومة يعني بدك كيف يفكرون فيها ولكن في مقولة نحن نقولها جنون المجتمع هو منطق المجرم المجرم ما راح يفكر بزي ما نفكر حنا هي بتفكر الآن كتسنيف أو كصفة شخصية بالنسبة لها هي تقولك أنا لي الحق هي سايكوباثية هي تقولك أنا لي الحد أن أعيش أيش الأشياء التي توفر لي من هذه المعيشة أنا راح أسويها مهما كان موضوع خطر أو غير خطر أو صعب أو خطأ أو صح قانوني جريمة غير أنا أهم شيء أبغى أكون بين وبن نفسي راضي عن هذه النقطة اليائسة زي ما قلت ياسي موضوعها مختلف اليائسة بتكون مصابة عادتا باكتامها بعد الولادة ينتج عن وفا كنت تتكلم عن الفقرة الأولى الحالة الأولى عنده ثلاث حالات حالتين قبل 2012 حالة بعد 2012 خلصت الأولى الآن تتكلم عن الحالة الثانية اللي هي اليائسة اليائسة الفضل اليائسة هي تعتبر أو من نوعية تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة عادة وهذا الاكتئاب ما بعد الولادة ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إهمالها أو في وفاة الرضيع موجود عندها يوجد لديها أو داخلها في تكوينها النفسي عندها مشكلة حتى في عملية تقبل الأخطاء الطبيعية من صغرها تحاول تدور على أي سبب ترمي على الذنب مات هي قادرة على المواجهة فلما يجيها هذا الكمل هائل من الضغط تتكلم عن قاربها عن قريباتها زوجها أمها أم الزوج التوجيه لأتهامات هذه كلها بأنه على الأقل أنت أحملتي فهي الآن تبغى تروح تقول لكم أنه لا أنا ما لدي ذنب الذنب هذا كلهم في العمار هذا يموتون علشان كذا العادة يكون وقت موفاة الرضيع هو مناسب لوقت موفاة الرضيع الخاص بالمخاطفة مثلا إذا وجدت قضايا عندما نعطي في الكوتبينك الخاص بالتحيس الكليجرامي نقول إذا وجدتم ضحايا الرضع في عمر محدد مرمين في النفايات أو في الشوارع حاولوا قدر أمكانكم تبحثون عن أطفال دخلوا دخلوا المستشفى في بلاغات قبلها بأربع خمسة شهور متوفين متوفين وحاولوا تشمون هذا الشخص ممكن خصوصاً كانوا أطفال هذا المفقدين أنه خطفوا فلهم علاقة مرتبطة واضح يعني أنه لو مثلاً وجد مقتول بنسبة كبيرة أن القاتل تكون مثلاً أم الطفل السبق وأسعف متوفة يسعر قبلها بخمسة شهور أربع شهور وهذا الطفل مفقود المقتول فهؤلاء يكون هم المشتبع فيه بالنسبة للنوع الثالث وهو النوع التطوره هذا الأخير هو أخذ على عاتقه فكرة الاستحقاقية وفكرة النوع المفترس فكرة الاستحقاقية وفكرة الكذب المرضي وفكرة النرجسية أو فكرة السايكوباتي آسف أو العدام التعاطف مع المجتمع هذه الثلاثة الأفكار هذه لما تواجدت مع بعض سببت نوع من عملية استشراس أو انسعار أو تسعر يتوقع كده ممكن انسعار سعار سعار السلوك الإجرامي الداخل فيها سارت مسعورة سارت مسعورة أكثر لأنه التصرفات الغيرمنطقية ومتوقعة من المجرمين في السلوكات المتقليدية نسميها تطور سلوكي فتطور السلوك هذا هو أشبه بالتحور لليسير الفيروسات هو التطور هذا يصير أشد ضراوة أو يصير أشد وحشية أشد وحشية وداخل معها سلوك ثاني يعني هي الآن دخلت فيها من السلوك أنها سلوك القتل وسلوك الاختطاف يعني هي الآن ترى على فكرة هي لما جات وسوت هذا الجريمة ترى ما جات سوتها من باب للطاقة لا هي راحت قرأت كتب تشريح راحت قرأت أخذت كل الإجراءات الاحترازية في نقطة أنه أنا لما أتصرف كيف أأخذ ويقل الأضرار لما أصل إلى المستشفى عادي أنا ممكن أأخذ الماء اللي كان موجود حوله وابدادها النفسي فيه وقلت في السيارة وماذا يشهد في النقطة هذه في بعقلها ما كان يدعم هذه الصورة الكذب المتتالي بأنها حامل في فترة ماضية ففي ناس يشهدون لها بأنها حامل فما هو مستغرب أن تولد عكس الحالتين الأولى الحالتين الأولى أنت كنت يجبت الرضيع وليس يجبت عكس الحالة الثالثة الثالثة تقول لك هذا هذا طبيعي أنا حامل سيشهر أكيد سيولد ولد في الطريق لا أعب يولد في الطريق صح عكس الأولين فهي أخذت مرحلة مرحلة أبعد ومرحلة أبعد هذه تعتبر مع إماد حكاية الولادة المنزلية وأنه يصير أولادة المنزلية أقرب للتقبل الذهني من الولادة في الطريق مثلا سلام عليك هذه النقطة كانت في قصصتنا الأماكن هذه هي كلما كانت موجودة أو خلنا نقول كلما كان فيه عدم مراقبة أو عدم إحصاء لعملية أو خلنا نقول بعد الأشخاص عن المستشفيات ووجود النظام القديم نسميه الدايات أو مولدات هذولي النظام القابلة تحية لهم كان موجود أو وجودهم هذا يسهل فكرة أنه برضو نحن عندنا كمان نقطة خطيرة أنه ممكن الطفل هذا إذا ولد في هذا الموضوع أو في هذا المنطقة ممكن فعلا يتعرض للاختطاف أو يتعرض للتبادل أو يعني بشكل خطأ طيب النقطة الثالثة والمهمة أو النقطة الرابعة المهمة مثل في قصته مذكورة وجود الذكر في الجريمة هذه لا بد أن يكون هناك وجود ذكر لا بد والذكر هذا إذا كان وجوده هو حالة واحدة تكون نادرة والتي تكون مسيطر هي حالة عقد لله كما حصل في المستشفى المستشفى المحمد السادس في المغرب وهذه حالة نادرة لكن المعروف في الخطفة الرضع بالذات إذا كانت الخطفة أنتها فتحتاج ذكر خاضع يساعدها في عملية الإجلاء أو عملية الإخراج نحن نسميه وحش فرانكشتاين القصة الشهيرة أنه فرانكشتاين سواء الوحش لكي يقوم بمهام البيت ويساعده في أعماله وفي تجاربه هي نفس الطريقة هي تبدأ تأخذ هذا الشريك الذكر تتقبله مجتمعيا تبدأ تعطي القيمة لأنه هو موحاس بقيمته في المجتمع وممكن يكون مشرد وممكن يكون خالف الأنظمة وممكن يكون فقير جدا وممكن يكون مصاب بمرض عضال يعني بمعنى صح هي وجد أنه في شخص واحد تقبله فهو مستعد أنه يضحي بكل شيء علشان هذا التقبل لا يفقده مرة ثان ويرجع النقطة صفر وقضايا كثيرة جدا هي تحتاجه في عملية الإخلاق رقم واحد رقم اثنين في الحالات الثلاثة كلها تحتاج هذا النوع من المجرمين اللي هو الشركة الذكية الخاضع علشان تمنطق فكرة وجود الرضيع خصوصا في المجتمعات العربية نحن نتكلم عن بالتحديد المجتمعات العربية لا يمكنك أن تجاب طفل خارج نطاق العلاقة الزوجية الشرعية القانونية تمام فمو معقول مثلا تجي تلقى بيت في سيدة وعندها طفل رضيع توهيمة زوجة هذا موجود في مجتمعات العربية موجود موجود نتكلم عن مجتمعات العربية بالذات نتكلم عن عنصر الثاني الثاني هو عنصر الضرورة وجود الخاضع الذكر لوجود صورة الصورة الرسمية لإمكانية هذا الرضيع لما أرى قد�들 لوالدتي إلى جارتنا وجود جارتنا عمره 45 سنة وعندها رضيع وهذه الجارة مثلاً هي مثال فقط أنه هي أرملة وليس لديها أحد وغالباً يعتبر هذا سن اليأس أرملة وليس لديها أحد ولا هي معروفة عن هذا الشيء ورضيع جداً عندها ولا عندها بنات ولا عندها أولاد يمكن أن يكون حفيد يعتبر حفيد لها فالموضوع يبدأ يستنكر ويتهم لا يبدأ يستنكر من هذا فهم يستبقون هذا الفعل بوجود هذا الصورة هذا الرجل موجود وهذا هو والده في إمكانية أنه كان يعني الناس شاهدون داخل طالع داخل طالع فما أخذ الصورة كاملا العنصر الثالث والمهم واللي كما تستخدم فيه هي عملية التخلص من الأشياء المادية التي تدل عليها بمعنى أن السيارة اللي جابتها فيها الضحية إذا ماتت هو اللي يدفنها الرضيع مات بقصدهم أو مات غصبا عليهم؟ أي أن يكون في حالة اللي يجب أن يكون في عملية الدفن هي لا تدخف هذا الشيء هو اللي ينفذ هو العضلات هي المخ العنصر الأهم والأخير في النقطة الموجودة الدكرة الموجودة فيها هي أنه ترى هذا النوع من المجرمات ما يستمر أكثر من جريمة واحدة مع شريك بمعنى لو تكب جريمة ثانية هو عارف أن الشريك هذا ما سيستحمل خلاص الشريك ضحه مرة واحدة فأنا لازم أغيره علشان يجب شريك ثاني يستحمل معي هذه اللحظة بمعنى أنه أعطاني قيضني قبولي له بأنه تقبل هذا الجريمة فما راح يسويه مرة ثانية يقولك مرة أولى سلمة مرة ثانية نحن نتكلم عن خضوع وليس بخضوع كامل هو خضوع مرهوم بشعور لحظة اللي هو عملية التقبل بشكل عام سواء كان عطفية أو مادية فهي تحتاج أن تغير الشريك فعادة أن هي تكون كما قلنا هي السيكوباثية عندها عدم تعاطف بإمكانها تتخلص من هذا الشريك لا يجب أن تتخلص منه وتتسلموا للشرطة يعني عارفة أنه يأتي بأجلها نعم وهي تكون أصلاً موثقته أكثر في الجرم منها لأنه أصلاً هي مكانت مرسلته أكثر في عملية المراقبة قبل الخطف في عملية الاستطلاع فكان هو أكثر وضوح دخولاً في هذه النقطة يمكن في سؤال أنا أتأكد أنه جاء في بالك وبال المشاهدين هو ليش ما يتبنون أو ليش ما يكفلون تصفي أنا كتب أسألك يعني برضو تحية للمستمعين بعد تنمو بس مشاهدي كتب أسألك أنه ليش في حل يمكن أن نشوف يعني كدير يعني كلا يعني نشوف في بعض الظروف الخاصة في بعض المشاهدين لا يستطيع أن نجابة وعندهم رغبة بالتبني وكذا يتبنون مثلاً من دور الأيتام والأشياء هذه بس طبعاً يتبنون يعني ما يتبنون على أساس أنه ولدهم يعني ما ندخل في أشكالية شرعية مثلاً مضحوق جواز التبني وعدم جوازه لكنه شيء ممارسات موجودة ومشروعة يعني جداً نحن الآن نتكلم عن الناس الطبيعية السيدات والسادة الطبيعيين اللي عندهم إتقان فعلي لفكرة وجود أنه أنا كشخص أقدر أروح لطريق شرعي طريق قانوني أقدر مخاله أسد هذا الحاوز لكن هما لا نحن قلنا نقطة في البداية هما عندهم مشكلة مع صورتهم تجاه نفسهم إحنا لازم نثبت لأنفسنا بأنه إحنا نقدر أنه مو ذنباً أنه مات هذا الطفل أنه مو ذنباً أنا ما راح أكون ما راح أقدر أنجب لا لا مشكلتي مو مع المجتمع كله مشكلتي بينه بين نفسي صورتي بينه بين نفسي علشان كده لما تيجي تقارن وهذا شيء مثبت وأنا هذا الشيء طلعتها بشكل شخصي في قضايا كثير هي عملية إنتدخلنا نتخيل أبو عيسى أن ندخل الآن لمكان دعنا نقول مكان الخطاف الطبيعي المؤتد اللي هو مستشفى بشكل عام أنت شاهد منطقة الولادة منطقة الولادة الحرص الأمني فيها أنا ما أبارض أقول لك يمكن أشد من البنك حرص جداً عالي وأبواب تفتح اللي تقفل ما تفتح وما يفتح إلا من الداخل ولا يفتح من الخارج وأسورة باسم الرضيع ما تنشعله إن شاء الله ترن الجرس وفي كلام بعد على موضع الأسورة الإلكترونية أو المربوطة بشريحة وكذا وهذه النقطة ولا تقدر تطلع إليه لأنت أبوه أو أمه حتى الخال والخال والعم يصير في معناة الأوجات المحددة يا سلام عليك والأشخاص الموجودين فيها النقطة هذه في عقل المجرمة أياً كالنوحة وخلنا نأخذها بالتدريج التلاثي هي كلما زادت صعوبة العملية كلما كانت مكافئة في عقلها لوجود أو لأنها تستحق هذا الطفل بمعنى تقول الآن ليش في عقلة كيف تصدق إنه هذا ولدها هي ما حملت فيه ولا تعبت فيه طيب صح؟ هي الآن في عقلها لما أخذت كل هذا الرس كل هذا المخاطرة ودخلت وعرضت نفسها لإمكانية إنه خروجها يعتبر هامش خروجها أقل بكثير جداً من هابش إنه القبض عليها فهي لما تجاوز هذا كله في عقلها تقول معنى إيش هي حملت وتعبت وولدت ممكن كانت تموت في هذا الشي أنا نفس الشي أنا دخلت وأخذته فعلاً لأنه نقطة الاستحقاقية عادية يعني أنت بصدق شيء مثير للسخنة بس عارف إنه هي النقطة اللي جوه اللي عقلهم كيف يقنحهم بإمكانية هذا النقطة يعني زي ما أن الأم الحقيقية حملت وجاهها آلام الحمل وتعب الحمل وتسع شوث وآلام الولاد وكذا برضو أنا تعبت وخاطرت وغمرت وخفت وتسللت واختفيت وكما ممكن أن أمسك وإذا أمسكت بأنسجن فبالنهاية لما طلعت فيه أنا أعتبر خاصة أنا انتهت مرحلة المخاض حين نتكلم عنها كنوع من الانتشاء النفسي بالنسبة لها تمام ولا لا؟ أبدأ أخذها تدريجية ومتصاعدية إلى أن توصل للمرحلة التي وصلت لها الآن في 2012 وهي المفترسة المفترسة عندما أخذت هذا الرزق كله وبدأت هي تسوي نفسها حامل وبدأت تكذب الكذبات وعاشت الخيال بشكل كامل يعني السلوك اللي جرامي عندها لا يعتبر أكثر شراسة وضراوة من النوعين الثانيين لأنه هناك نوع من أملية التوهم العاطفي هي لا زالت هي متوهمة الآن أنها حامل يعني هذوليك النوعين الثانيين ما عندهم اقتنع بالموضوع الحمل هم مكتفين بفكرة أنه لو أخطفوا أو أطلعهم من المستشفى خلاص بعد سبع أيام نسميها عملية الانصهار الروحي أو الانصهار النفسي خلاص بعد سبع أيام خلاص تصير تقتنع بشكل كامل وولدها لكن هذه النوع من المجرمات هي وصلت لمرحلة أنه عندها نوع من الهوس وصارت فعلا تشعر بأنها حامل وبأن الطفل اللي في رحم هذه الأنثى اللي قتلت الضحية هو طفلها هي ليس طفل الأنثى فهي تراها كمجرد وعاء يعني حتى طريقة القتل لو ترجع على أن تكتب أو تشعر القضايا اللي حصلت فيها طبعا هي صارت سبعة أو ثمان قضايا أخرى قبل أسبوعين في فكرة أوقلم أسبوعين هي فكرة أنه فيه نوع من الدموية في القتل بمعنى ما فيه نوع من التنظيم يعني فيه شي شارس كأك عندما تجيك هدية مع فارق التشبيه وتسمحوني فيها عندما تجيك هدية ونتم استعجل تطلحها في كيف سرعة تقطع بعنف وتقطع نعم تخرب التغليف بشكل كامل هي بنفس الطريقة لكي تصل لهذا النقطة فلما تستخرجه وتأخذه هي الآن لا تعفش تسوي خلاص مخها رسم سيناريو كامل إلى فترة أخذت طربيل متوحقت فيها الآن هي راحة المستشفى مقتنعة أنه اللي يساعدها هو الباكب أو الدعم القصصي اللي كان موجود لها من 9 أشهر لكن لما تجيك الدكتور وفاهم بيعرف أنه حتى أنها قابلة حتى القابلة تعف بسبب خبرتها بأنه ما فيه أي نوع من التغيرات الحلوية أثبت أنها حام أنها ولدت فهنا تكشف قضايا ممكن لحصلت وفيه قضايا تعتبر دعنا نسميها نادة أو قلية الحدوث فعلا هم يكونون محتاجين فيها وجود الأنثى لأنه زي ما قلت لك اهتمام أو حياة هذا النوع من الضحايا بشكل كامل بيكون مرتبط بمن اختطفه وإذا ما كان فيه فائدة مادية فمستحيل رجل أو ذكر ممكن يتقبل بهذا النقطة لأنه نحن نتكلم عن شعور غريزي خلق الله ولكن تم تصريفه بشكل منحرف بناء على العقلية منحرفة محددة في عقل هذه المجرمة فقبولها لهذه النقطة ممكن تكون فعلا حتى يكون عندنا عصابة وهي زوجتك حلالة نادرة تكون عندنا عصابة العصابة هذه لازم تكون مكونة أكثر يكون مثلا المسلطة فيها تذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة لكن لا بد أن يكون فيها وجود أربع خمس ست إناث في عملية الرعاية لهذه الأطفال سحي أنا ذكرت وأنت تتكلم وإن كان فيه مفارق التشبيه على موضوع إن الأنثى يكون عندها عاطفة وإن الذكر لو اختطف مو شرطا إنه اختطف لغرض معين وقد لو طال الأمد يتورط في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أمه ألقته في اليم وراح إلى مقر فرعون تدخلت زوجة فرعون وقالت مرأة فرعون قرة عين لي ولكن لا تقتله يعني فهي اللي مبادرت في طلب استبقاء الطفل ورعايته طبعا مع فارق التشبيه لا مو بخاطفة لكن بس إنه شوف كيف العاطفة عندها نهيته لكن لو كان الأمر فيه تغيرها قتله وهذا النقطة نتكلم عن حاجة موجودة هي المشكلة فينا أبو عيسان المشكلة إنه دائما نفهم السلوك الإجرامي هو سلوك فضائي أو شيء غريب جدا خارج عن الطبيعة هو سلوك بشري ولكن منحرف هذه النقطة نحن الآن نبن شيطان هذه النقطة ولا نقول كلهم كثيرين جدا يعتبر سلوك نادر جدا قليل جدا الحدوث لو تلف العالم كله ستحصل في كل عشر سنوات أربع خمس حالات فقط وهي عملية التطور الأمني في المستشفيات وهذا بدأ يصبح عملية قلة في عملية تثقيف السيدات بعد الولادة أنه في موضوع الاكتئاب وهذا الشيء رفع نسبة الصحية أو الصحة النفسية للسيدات الحوامل بعد عملية الولادة كل هذه المرة ساعد في عملية تقليل هذا النوع من الجرائم بس موجودة تاريخيا مثبتة حتى في قصتنا كانت الطبيبة قالت للعماد أنه كانت بلغت المرأة هذه وكانت تقول أني كنت أبغى أخليها تروح طبيب نفسي بأي شكل ما شكال حتى تتعالج وهذا النقطة هناك أوقات لازم نتحمل فيها كمجتمع ومسؤولية أنه قبل ما يتكون أي سلوك جرامي في بوادر البوادر هذه يسمونها السلوك المنحف والسلوك الخاطئ السلوك المنحف الخاطئ هو تجاه الشرعة والشريعة أو القانون أو العرف المجتمعي إذا شاهدنا هذه السلوكيات نحن لا نفكر فيها بأنه دلع ومدلوش أو ناس والله لازم تهتم في نفسك لا دلع أو ما في كلام زياد الأمور لا هناك مختصين نفسيين في دكاترة نفسيين قادرين على بعد الله في عملية أنه يخرجون هذا النوع من الأشخاص من هذا الدوامل لأن هذا الدوامل إذا كبرت وتوسعت بالتحديد أن نتكلم عن وضوع بعد الولادة ووضوع ممكن يدمر علاقة زوجية كام حياة كامة الله يسعدك وأنا نشدت وأجزء من الأساد المشاهدين المستمعين نشدوا أكثر مما أنا نشدت بحكم أني يمكن أنا سولت معك قبل التسجيل وأخذت معه بس أبهرتنا صراحة الله يسعدك بالعكس أحب الله يسعدك خير وشكرا لك وأرجع أقول مرة أثريتنا الله يسعدك ونشوفك إن شاء الله في تحليل قهتم بإذن الله الله يسعدك سلامة بأمان الله